موسيقى موسيقى أي عمل سواء مثلا سينما مسرح فيلم أنت عمل معين تتمنى تقدمه ودي أمثل The Phantom of the Opera عمل مسرحي تقول إنك هلالي لكن أنت ما لك خاص في الكورة أبدا كيف اخترت تشجع الهلال؟ أنا أشجع المنتخب وأحب كل الأندية والهلال؟ هلال حب حلو وحبه وحب الناصر كل الأندية أحبه ده حين بطلت هلالي يعني ده حين لا ما بطلت والله بس أحب كل الأندية أوكي طيب أنت راضي عن نفسك بالإجابة؟ إيه أوكي طيب تقول إنك ندمان جدا على عمل يلا نسوك وأنه عمل سيء مو عيب إنك تنتقد عمل قدمت وتسيقل زملائك اللي فيه والشركة المنتجة وكل اللي شاركوا يعني لا والله أنا المان يعني ما قلت إنه سيء لا قلت إنه سيء قلت إنه سيء يعني العمل كان عرفتي يلا اللي بعده نكست سارة لا أنت قلت إنه سيء وندمان وكل هالكلام أنا بس بس ألك مو عيب تقول كده؟ هو مو عيب أنا ماني ندماني إنه شتغلت فيه أنا فيه أشياء مريت فيها في العمل ضايقتني طيب وطبيعي إنها تصير فلما أحد يسألني عند العمل ما أقول إنه أنا أكون صريح أنا ما مريت تجربة جيدة فيه ولما قلنا العمل سيء أنا ما قلت على سيء الزملائي أنا متأكد أنه زملائي أيضاً واجهوا أشياء مو كويسة في ذاك العمل إن شاء الله الزملائي كمان مستهيل إن شاء الله مستهيل طيب كم من عشرة تعطي نفسك في خفة الدم؟ ما مو بالألي قيم نفسي قيم نفسك؟ ما أقدر صعبة سارة جرب المحد للعشرة يعني إن شاء الله نقول إنه يعني أحياناً أقدر يصير فيه ضحك كذا مني يعني الحمد لله وإن شاء الله عشرة يعني؟ لا لا مو عشرة مو أنا اللي قيم نفسي سارة الناس أتقيم يا الله أسوأ ردت فعل جاتك في ستاندوب كوميدي في واحد مشى بس كذا مشى؟ اي والله مشتوني داخل أول ما دخلت مشى حتى سألتها قلت لأ أخوي وين شئيك؟ الشر اللي يروح حمام ما رجع استنيتها والله طول عرضة 20 دقيقة استنى ما رجع هذا لو سمع إش كان سوى؟ والله دخلت طلع وكان قاعد قدام فبين نمشى طيب تقول كنت شاطر في المدرسة ومتخرج مرتبة شرف من جامعة البترول ليش صعب هذا الموضوع يتصدق؟ ما يقدر ألف صح؟ لا مدري والله يمكن لأني ما أنا مات فلسف كثير ما بين أنا لا بس أنت تحاول تقول هذه المعلومة لكل أحد يعني وإنه شل يعني تبين؟ لا والله ما قلتها موجودة في ويكيبيديا هي هي ما كانت موجودة أنا عدلت وحطيتها لا يعني أنا كنت شاطر في المدرسة الحمد لله طيب بس ما تحرص أنك ما تبين ما تتفشخر يعني؟ ما الواحد مو حلو يتفشخر يعني شو بيفيد الناس اللي قلت لما أنا خريد جامعة ولا شو خريد مدرسة؟ هذي أشياء للنفس شو تعمل فيها لنفسك؟ طيب كم مرة حبيت؟ متى الشهر ذا ولا؟ أنت والله بمعدل الحب حقا كم؟ يعني حبيت في حياتي أكيد اي؟ يعني توقع مرتين مرة ثلاثة فأنت عارف كم مرة حبيت؟ ما أنا عارف والله وش ده السؤال يا سارة باس يا أخوي؟ ليش؟ يعني حب شي شخصي بس أنت قلت مرة مرتين ثلاثة يعني موجود موجود أكيد حبيت طيب بس أثبت على الرقم أوكي اي؟ وأثبت على الرقم واحد اثنين ثلاثة ايش؟ يمكن ثلاث مرات ثلاثة؟ لا والله تصدقين صراحة مرة مرة أحب بيت طيب بيت الكوميديا اللي أسسته مربح ماديين؟ الحمد لله أوكي شخص أو شركة ما رح تكرر التعامل معا أو معاها؟ ولا شركة كله أوكي؟ ايه يعني أكيد والناس كلهم أوكي؟ يعني ايه إن شاء الله حتى إذا صارتك تجربة سيئة مع شركة معينة أكيد التجربة الثانية رح تكون أفضل أوكي حتى اللي اشتغلت معهم فيه لنسوق؟ أيوة ليه لا أوكي هل تتفق مع الرأي إنه الرجل دمه أخف من المرأة؟ لا صراحة أحس كل يعني الرجل عنده جهة معينة في خفة الدم المرأة عنده جهة معينة أوكي لا تشعر أنه فيه أحد أخاف ميت تاي دمه؟ لا طيب مثلت أدوار عارف إنها تعيسة ولكن علشان الفلوس فين الحديث عن حب الفن والجودة والإتقان واحترام المشاهد؟ أي الحديث ذا قولي لا جاء الإيجار الله عافيك أكيد أنت في أول أيامك رح تشتغل أعمال ما أنت راضي عنها بس أنت لازم تبين في السوق لازم الناس تعرفك وتشوفك طبيعي جداً ما رح تبدأ في غيم الفرونز تبدأ بأشياء قبل أخت سارة أوكي طيب إيش أقل مبلغ كان في حسابك وأكثر مبلغ وصلهم؟ أقل مبلغ كان 48 ريال وما قدر أصحبها لازم يكون عندك 50 عشان تسحبها أوكي طيب أكثر مبلغ ما قدر أقوله ليه؟ يعني ما قدر إيش أقل مبلغ عادي قلته ما في مشكلة أعلى مبلغ لا يعني أقدر أقولك كامرات بك سارة لا أنا مادي في المقابلة الآن لما أنت قابلني بعدين وتقعد ورايا قول يا ربي يعني الحمد لله مبلغ الحمد لله فوق المليون؟ الحمد لله أوكي يعني مليونير طيب الناس بتصنفك كممثل كوميدي هل ممكن تغير المسار؟ إيه يعني سويت أعمال غير كوميدية زي رشاش صح 300 كيلومتر بس ما الناس ما بيعرفوك بهذه الأعمال قد أنه ممثل كوميدي إيه صحيح أنا طاغي عندي أكثر أعمال كوميدية بس أنا يعني أطمحني دايما أنوع طيب من الانتقادات الموجهة لك أنك مجامل زيادة عن اللزوم وتتظاهر أن كل حبيبك وصديقك هذا مو نفاق؟ لا هو نفاق إذا أنا في نيتي ما أعني ذلك وما حد يعرف وش في نيتي أكيد إلا الله فبالعكس أنا أحاول صراحة قد ما أقدر أن يكون صديق الكل وحبيب الكل لأني مؤمن إن الدنيا كده بس اللي يعمل صديق الكل وحبيب الكل ما هو صديق الكل يعني؟ هو أنت طبيعي ما رح يحبونك كل الناس أوكي بس أنت بتجامل زيادة عن اللزوم إبراهيم؟ ما أجامل زيادة لا بتجامل بتجزب إبراهيم عن الناس يعني؟ ما أجزب سارة أنا ما أجزب عن الناس أوكي مصر طيب من يضحك أكثر؟ ناصر القصبي ولا عبدالله السهادحان؟ أو عبدالحسين عبدالرزو؟ لازم تختار واحد يا ربي هذا السؤالة يعني ناصر القصبي يضحك إن عبدالله السهادحان يضحك إن عبدği حسين عبدالرزة الله الإرحمة يضحك إن كلهم يضحكوني صراحة اختار واحد كل أحد يضحكني في جهة اختار واحد ناصر شكرا كنت تأذب قطار وحاولت تدخل هذا المجال ثم تركته واتجهت للتمثيل هل لأنك فشلت فيه؟ يعني مو فشلت يعني اللهي هذا 25 تزبيدة مع سارة الدراوي قال بعد بتفكير كده قال إيه فشلت فيه عادي طبيعي يعني لأنه ما اللي أعزف أنا الناس ما تستهوي عرفت كثير فعادي صراحة فشلت في الموسيقى نوعا ما بس يعني لسه أعزف عزفي حلو ترى صارة طلب طيب عقدة الطفل الأوسط سبب بحثك عن الشهرة والاهتمام وبالتالي دخولك التمثيل صحيح؟ لا لا ما هو السبب اش دعوى اه وش ده العمق اللي أنا فيه لا بس أنت بتبحث عن الشهرة والاهتمام أنا ما أبحث عن الشهرة والاهتمام يعني أنا أحب الفن والفن يجي معا أشياء مو العكس مو أنك أنت تحب الشهرة والاهتمام والأدواء يعني أنا ما أكرهها ولا أحبها هي موجودة وأكيد أنا مستمتع فيها طبيعي ما حقول لك لا أنا أكره الشهرة هي جتني لا أنا اشتغلت في الفن وجت الشهرة ومستمتع فيها عادي بنظرك مين هي أجمل ست في العالم كل النساء لا 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 أديني اسم واحدة اوهي الجواب ماشي الجواب والله إنقصت سري ترند سوي ترند والله هذا أسوأ جواب هذا اللي ما يسوي ترند كل النساء ما في أجمل ست قديني واحدة مشهورة تشوفها حلوة ليش بتتعبني ما أعرف سارة والله ما في أحد ما في ممثلة تطالع فيها مسلا في التلفزيون تقول حلوة طب ممثلة أجنبية مضرورة عربية باس والله وي ايما قدي كده ما تبتقول على أي وحدة حلوة كل البنات حلوات كل النساء كلنا حلوين صحيح مو كلنا حلوين إلا إن شاء الله كلنا حلوين لا كلنا حلوين طيب أنا مستغربة معادي يعني واحنا ممثلة مشهورة مثلا من هوليوود ما كلنا حلوين طيب خالص كلنا حلوين مقارنة بالنجوم اللي موجودين في الساحة هل تصنف نفسك في الصف الأول؟ ما أعرف صراحة يعني أنت تحس مو هذا تصنيع إن واحد لما يصنف نفسه أنا يدخل في تجدار أنت الناس تصنفك صحيح نعم ممكن الصف الأول يكون مثلا مجموعة مو شخص واحد يعني إن شاء الله أني أكون في الصف الأول وإذا كنت في الصف الثاني إن شاء الله قريب نوصل للصف الأول طيب أهم صفة في شريكة حياتك لا اهتمام أهم صفة في شريكة حياتي أكيد الوفاء والولاء والاهتمام كل الصفات الحلوة أوكي الوفاء والولاء أحستت أوكي طيب أنت تخنت قبل كده؟ ها؟ تخنت قبل كده؟ تخنت؟ أنها حتخاني طبيعي في حياتك أنا قصت شريكة حيات قصدك في الحوة قصدي في الحب في الحب باس أوكي أوكي عشان كده قلت الوفاء والولاء طيب جل السنين بعد التخرجت وحاول تحقق حلمك وجربت كذا مجال ولكن ما توظفت كيف صبروا عليك أهلك؟ يعني أنا الوقت كان كويس فهمت؟ أنا تخرجت من الجامعة على طول دخلت كورسات تمثيل ما كان يعني عندي بس ما كان بين دفعلك لا أي؟ لا والله والله ما قصره والله الحمد لله والأصدقاء الحمد لله كمان الأصدقاء حسيتني كنت عب أوكي عادة عدة يلا الآن بترد الدين الحمد لله أوكي أكثر شيء يحتاج الفن السعودي عشان ينافس أنا أشوف أن كل الاحتياجات موجودة الموضوع بس بيحتاج شوية وقت وإن شاء الله راح يعني نكتسح العالم أوكي بس تحسي أنه النص الإخراج المواهب كل موجودة لا لا كلها موجودة اللي نحتاجها أنها تجتمع بس طيب رح نرسلك إجباري على الجزيرة لمدة شهر ومسمح لك تاخد معاك ثلاث مشاهير مهم من أصحابك مين حتاخد أو ليش؟ وش ده السؤال بروح جزيرة جزيرة إجباري وأخذ مشاهير مو أصحابي مو أصحابك كلهم أصحابي لا طيب بأخذ معي جزي اسمه ديفيد بيكم أوكي على إيش ديفيد بيكم يطاق تكورونا لعب سوي جداول بأخذ عادي يكون متوفي ولازم يكون حي ومكي متوفي تفضل بأخذ كرت كوبين أوكي كرت كوبين من نيرفانا لكي نعزف ونفلها ونأخذ مايك جيري ساينفيلد شون هذي يضحكك باو تتناقش في فضل لا لا بس نصور مع ما نرزلها انستجرام ندعنا وجيري أخويا ترى كل الثلاثة اللي أخذتهم معاك لتسلية ما في أحد حيعمر معاك الجزيرة ولا حينقذك ولا حيعمل لك أكل ولا شيء نحن في جزيرة كلها شهر و بنموت فخنفلها طيب تحب تغني أنا أحب أغني تحب تغني لي شاي الحين لا لا صوتي الحين ما ينفع صوت مقابلات أوكي احنا قلتنا لخش عشو سواء بس كنت باقتبرك من وضار غنة يعني انت متوقع عني بقول إيه وبغني كذا بغرامة إيه والله قل فمكي ونصير الوضع كله أوكورد وأنا الحالي والله قلت فمكي تجي منك لا والله ما تجي مني لذا والله قلت بدين سارت راح تندي طفل أوسط صحي صح قال دا حين جبيب نخلص المقابلة نحط الفضائح قلت أنتقم بس طفل أوسط حتى تبحث على الشهرة صح على طفل أوسط صحيح شكرا يا إبراهيم شكرا 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 شكرا